تعد مراحل تأهيل السمع للأطفال بعد زرع القوقع من أهم الخطوات لاكتساب مهارات التحدث التقرير التالي مشاهدين يستعرض نوعية التدريبات التي يطلقها الأطفال ودور أولياء الأمور في تدريب أطفالهم مئة الآلاف من الأطفال يولادون سنويا في مصر بمشكلات في السمع ولا تتوقف معاناتهم مع السمع عند زرع القوقع لكن قد تستمر مدى الحياة إذا لم يحصلوا على تأهيل المناسب لذلك تحاول مراكز تأهيل السمع في مصر تمكين هؤلاء الأطفال ليستطيع ممارسة حياتهم بشكل طبيعي طبعا الاكتشاف المبكر له أهمية كبيرة جدا سواء لضعف السمع أو لأي مشكلة أو إعاقة تانية لأن الاكتشاف المبكر بيخليني أدخل مبكر فكل حاجة بتتم في وقته بسرعة يعني لو الأسرة كانت على وعي بالمشكلة من وقت بدري حيبتدوا يتحركوا في الإجراءات حيركبوا المعينات السمعية سواء كانت سمعات أو حيزرعوا قوقعها وفقا لنصيحة الدكتور المعالج وحيبتدوا يدخلوا بسرعة فالتأهيل حيتم في سن مبكرة ده حيؤدي النتائج حتبقى أفضل كتير إحنا ما بنتعاملش مع الأطفال دي إحنا بنتعامل معهم شوية بصعبانية إن إحنا هم صعبانين علينا وإنه هم مش عارف أي وده خالص مش مطلوب لا إحنا مطلوب إن إحنا نتعامل معاه كأنه بني آدم طبيعي جدا فوش أي مشكلة خالص زيه زي اللي اللبسنا الدارة زي اللي عنده أي مشكلة يعني ما فيهاش مشكلة خالص يعني تبقى للحصائيات فإن 43% من الصوم في مصر عاطلون عن العمل والنسبة الأخرى التي تعمل منهم يحصلون على دخل أقل بالنسبة 55% إلى 60% مقارنة بأقرانهم ولكن يأمل الأطفال الوافدون في إيجاد فرص أفضل من خلال هذا التهيل لما تشوفي بنتك أو ابنك اللي هو ما بيتكلمش أو ما بيسمعش وبيبقى عمال بيشد فيك وعايز حاجة وانت مش فهمه كانت دي حاجة صعبة بالنسبة لنا كنا بنوع النعاية بسبب حاجة زي كده أما الأم أو الأب بيشوفوا ابنهم عايز حاجة وما كانش مش قادرين ننبلهم طلباتهم قلنا دي بتبقى صعبة علينا كده بس الوقت الحمد لله احنا بنقول عايزين كذا يعني كل حاجة احنا بنقولها الحمد لله يسعى القائمون على المركز إلى التوصل لنطاق التأهيل في عدة محافظات داخل مصر نظرا لوجود عدد كبير من الوافدين من خارج القاهرة كما يحاول الفريق على مدار الخمس سنوات المقبلة مساعدة المستشفيات الحكومية لتحسين ملاكز التأهيل التابعة لها ترجمة نانسي قنقر